نعم في هذه النقطة بالتحديد الآن في تبادل تجاري كبير بين الإمارات وتركيا كيف يؤثر هذا على اقتصاد تركيا وعلى مسألة انهيار الليرة المتكرر أمام الدولار شوف سيد محمد انهيار الليرة الرجاء أن نعلم أمر هام ضعف الليرة التركية اليوم ليس له علاقة بالاقتصاد بشكل كلي بشكل جزئي ليش؟ اليوم الضعف الليرة بيصير عملية المضاربات سأعطي دليل الروبل الروسي بدأت الحرب كل دولار 150 روبل اليوم 58 روبل طيب التوقعات في روسيا متشائمة بالنمو التوقعات في تركيا متفائلة بالنمو طيب كيف الروبل الروسي عم يقوى بظل الوضع الحالي وهذه الحرب وكيف الليرة التركية عم تضعف بظل اقتصادها الجيد باختصار كتير كبير سيد محمد وقت اليورو قرروا بنك المركزي الامريكي البريطاني الكندي الاوروبي الى الياباني بدعم اليورو بعام الالفين من أجل تقوية اليورو هذا يأخذنا إلى ما يسمى بحرب العملات صار في عملية شراء اليورو بمقابل الدولار اليوم ماذا يحصل حرب عملات أيضا بيع الليرة بمقابل شراء الدولار نجي للروبل شراء الروبل من شان في حال الروبل ضعف سينقلب على بوتين الداخل خلينا نقول وبالتالي سيتأثر الاقتصاد بشكل كبير تأثر الاقتصاد هذا سيؤثر حتما على الحرب الروسية الاوكرانية ممكن يؤدي إلى إيقافها وهذا ليس من مصلحة الغرب الآن مصلحة الغرب الآن استمرار الحرب من أجل استمرار استنزاف روسية والدليل الآخر أيضا عدم إرسال أسلحة حاسمة من قبل الغرب إلى أوكرانيا كما حدث في دول أخرى كما حدث في سوريا مثلا إرسال أسلحة معينة لعدم حسم الأمر ودائل الأمور تجري شوف سبحان الله دائما الاقتصاد والسياسة وجهل عملة واحدة بدك تضطرح حتما للسياسة الاقتصاد العالمي الآن في خضم كل ما تحدثنا عنه سيدة ريس إلى أين يذهب؟ إلى مزيد من الانحضار يعني الصندوق ناد الدولي هي ثالث مرة بخافة التوقعات أعتقد هذا العام ممكن لسه مرتين بخافة التوقعات يعني حتى كمان ذكرت أنا من حوالي أشهر أن الاقتصاد العالمي ممكن أن يؤدي إلى النصف حتى التلت وبالتالي الاقتصاد العالمي يميل إلى الانحضار في هذا العام والعام المقبل أعتقد يميل أكثر ولكن ليس الكلام هنا بشكل تشاؤمي لا لا وإنما أخذ الأسباب يعني في حال زاد الأمر عن حده أكثر وفي حال ضعف الاقتصاد أكثر يصل للقاع بشكل أسرع وبالتالي يبدأ الصعود كما نعلم أفضل الفرص بتم استحصالها بهذه الفترات وبالتالي أعتقد أن الاقتصاد العالمي يميل إلى الانحضار ولكن بالمقابل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أعتقد فجرهم ليس ببعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة